بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم إخوتي على عزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة ألتقي معكم مجددا بعون الله عز وجل في هذا الفيديو لأشرح لكم عن هذا الحجر الجميل الذي وجدته هذا الحجر وجدته في آخر نزهلي للبحث عن الأحجار الكريمة في مناطق جبلية وصخرية في طبيعة رائعة الجمال أنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو حقا إنه فيديو جميل وأتمنى أن ينال إعجابكم الفريد في هذا الحجر الذي تشاهدونه هو أنه نموذج لتشكل البلورات في صخور الكالسيديون والفيلدسبار هذا الحجر الذي تشاهدونه هو حجر من الفيلدسبار وفيه معدن الميكا شاهدوا مع إخوتي الكرام هذه الحبيبات اللامعة التي على يدي هي عبارة عن المعدن الميكا الذي تناثر على يدي وسقط على يدي من الحجر هذه البلورات الجميلة التي تشاهدونها هي من أنواع الغارنيت رودولايت أنا في الموقع عند البحث عن الأحجار في الفيديو السابق قمت بمحاولة خدش الكالسيديون بهذه البلورات وخدشت الكالسيديون الكالسيديون قساوته من 6.5 إلى 7 في حين أن باللورات الألماندين أو الغارنيت رودولايت هذه غارنيت رودولايت قساوتها من 6.5 إلى 7.5 والحقيقة أن معظم أحجار الغارنيت رودولايت قساوتها تزيد عن 7 وتصل إلى 7.5 درجات ونادرا ما تنخفض إلى 6.5 درجات باللورات جميلة ليست شفافة وإنما نفوذة للضوء كما تشاهدون بلون وردي جميل مائل للخمر قليلا شاهدوا مع إخوتي الكرام الشكل النمطي هنا لتشكل باللورات الألماندين غارنيت هذه البلورة ذات شكل كروي وهذه أيضا شكل كرة لها سطوح مستوية مثل كرة البيسبول لمن يعرف شكل كرة البيسبول كما تشاهدون هذا الحجر الجميل لن أقوم بصقله لأن هذه البلورات كما تشاهدون صغيرة وليست ذات نوعية عالية ليست ذات نوعية مجوهرات وإنما سأقوم بعرضه للبيع بهذا الشكل الكثير من عشاق الأحجار الكريمة والجيولوجيا يقومون بجمع مثل هذه الأحجار الخام كمثال لتشكل البلورات في أنواع الصخور المختلفة إن كانت فيلدسبار أو كالسيديون أو الصخور المجماتيتية والنارية بشكل عام كما تشاهدون عينا جميلة عشاق مثل هذه الأحجار كثر ويمكن بيعها بهذا الشكل لذلك سأبقي على هذا الحجر بهذا الشكل الجبيل وأعرضه للتسويق بإذن الله عز وجل في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله عز وجل دمتم بخير وصحة وعافية من الله عز وجل ورزقكم الله رزقا حلالا طيبا مباركا بأمان الله وحفظه أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته